موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن أسباب و تبعات استمرار غارات التحالف العربي في استهداف المدنيين و ما هو مستقبل الملف العسكري والسياسي في ظل هذه الغارات نظم شباب في تعز وقفة احتجاجية في منطقة العروس للتنديد بالغارات التي استهدفت موقعا خارج سيطرة ميليشيا الحوث والمخلوع والتي تسبب بمقتل امرأتين و طفلة و طالب المحتجون بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة و إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق و أكدين أنهم قد يضطرون للتصعيد إن لم يتم توضيح ملابسات الغارة الجوية التي أودت بحياة المدنيين في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين إلى متى تستمر الغارات مستهدفة المدنيين و هل حقق التحالف أهدافه أم أنه زاد الوضع تفاقما في اليمن قبل النقاش نتابع هذا التقرير ماذا يريد التحالف العربي في اليمن سؤال لم يعد يحمل جهدا للبحث عن إجابة بعد أن باتت أخطأه غير المبررة بنظر مراقبين هي من تحدد ملامح التوجه الجديد لتحالف طالما رفع شعار حماية الأمن القومي للخليج و لو كان ذلك على حساب تهميش قوانين الحرب و دماء الأبرياء في اليمن فبقدر ما بدت الحرب والتدخل الخليجي بكل تعقيداته بروتوكولا حاملا للصفة الشرعية ذات حين إلا أنه وبحسب متابعين لم يخلو من المتناقضات السياسية التي تحركها أجندة داخلية وخارجية حجمت من شكل نقد الضربات وحولتها من كونها انتهاكات يذهب ضحيتها الأبرياء إلى مجرد ساحة إعلامية للمكايدات بين دول ودول أخرى في الأمس غير البعيد استشهدت امرأتان وطفلة بقصف جويا لطائرات التحالف العربي بمدينة تعز بعد قصف موقع جبل العروس بثلاثة صواريخ وهي حادثة غير جديدة يذهب ضحيتها مواطنون الحادثة التي حملت أبعادا كثيرة وإدانات أكثر قال عنها أبناء تعز إنها أتت في منطقة خالية من تواجد تحالف الإنقلاب وطالبوا بسرعة كشف ملابسات الحادثة وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق مؤكدين التصعيد المستمر الضربة من التحالف هذا أمر لا شك فيه الضربة مستحيل أن نقول عنها أنها خاطئة هناك علامات استفهام كبيرة جدا نحن كمجتمع مدني نستنكر ونستغرب من هذه الضربة التي أصيب أثرها السرع بالكامل دمرت هناك أشلاءها الآن موجودة رأيناها هناك طفل هناك طفل لم يقله أثر حتى الآن نحن نستغرب إلى الآن التحالف لم يرد على هذه الضربة ما سببها ما الذي جرى حتى أنه يستهدف أماكن خاصة بالشرعية منظمة سام للحقوق والحريات قالت إن زيادة الكلفة الإنسانية والاجتماعية للغارات أصبحت باهضة على المدنيين كما أن استمرارها يسلب السكان أجواء العمل الآمن بحثا عن قوت أبنائهم مما يزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في ظل غياب الحماية وغياب قواعد واضحة للاشتباك لم يتوقف دور التحالف العربي في اليمن عند مدى تحقيقه الأهداف العسكرية المعلنة فقد تجاوز ذلك بكثير موظفا توجهاته في إدارة الملفات السياسية والاجتماعية الخاصة بالدولة اليمنية وتحديد شكل معين لحياة المجتمع في الداخل مرت قرابة ثلاثة أعوام إذن وما يزال السؤال هل حققت تحالف أهدافه المعلنة أم أنه زاد الوضع سوءا في اليمن حياكم الله مشاهدينا ونبدأ هذه الحلقة مع النشطة الحقوقية داليا محمد مرحبا بك أستاذ داليا أهلا بكم قمتم اليوم بوقفة احتجاجية وزيارة إلى منطقة العروس التي تم استهدافها من قبل طيران التحالف ما الذي يؤتموه من أضرار لحقة بهذه المواقع العسكرية وأيضا المدنيين وما هي مطالبكم من هذه الوقفة الاحتياجية التي نفذتمها اليوم نعم نحن اليوم بدعوتهم من صريق شباب شاب التعز وبمشاركة واسعة من أهالي مدينة التعز قمنا بتنفيذ وقفة احتجاجية في مكان قصف الطيران على مواقع القيش الوطني بالعروس بصبير هناك شفنا حجم الألم حجم معاناة الأسر التي راحت قرأت تناسرها أشلاء على تباب مرتفعات قبل صبير كنا اليوم هناك ما زلنا وقدنا باقية الأشلاب بقايا عظام بقايا شاعر الموقف كان جدا مخيف جدا محزن طبعا الغرب من الوقفة أن نحن ندين نستنكر لا نسمح بأن نحن نكون في تاعز ملعب للجميع الكل يتاجر فينا الكل يلعب بدماء بأشلاءنا نحن في مدينة تاعز قمنا بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية استنكارا لما تم قصف الطيران كما لموقع عسكري له ما يقارب الثلاثة الأعوام محرر ولا يوجد هناك أي مبرر أو أي داعي كي يتم قصفه المكان بعيد كل البعد عن توافد ميليشية الحوثي وصالح أيضا ما الداعي ما المبرر لأن تنفذ ثلاث غارات متتالية على موقع صاري محرر مثل ما قمنا له أكثر من ثلاث سنين لذا نحن في مدينة تاعز جميعنا كمدنيين الكل من متواجد في تاعز نطالب بالكشف والإسراء وعلى دول التحالف لماذا الصمت من موقع القريمة من أمس إلى اليوم لم تنفق حتى بحارة نريد الكشف من قصف ومن المتسبب وتقديمه للمحاكمة للعدالة طيب نعم أيضا الأضرار التي وثقتمها ورستمها التي استهدفها طيرا في العروس وأيضا الضحايا سواء الجرحاء أو الشهداء الأضرار سواء المادية هذه لا نتكلم خلاص صارت عندنا ما نتكلم لكن هي الأضرار البشرية الأضرار البشرية هنا لا تعوض لا يوجد قانون في العالم يعوض الضحايا المدنيين يعني تخيل أب أو أسرة تروح بالكامل من يعوض لكن إنما كجانب إنساني حقوقي نطالب على الجهات المسؤولة والتحالف كونه هو المسيطر على الأقوى وهو المتحكم أن يظهر للرأي العام يوضح لنا بالأول نحن ابناء تعز أن لنا ثلاث سنين وإحنا نتصدى للقصف الممنهق والحصار من قبل ميليشيات الثوثي وصالح لكي يظهر كمان اليوم يقصفنا نحن ما رحبنا بالتحالف وما تحملنا الألم إلا لكي يخفف من قراحنا وليس لكي يعمقها نعم شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية داليا محمد كنت معنا من تعز ونشرك معنا في الحديث من مسقط الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبدالله الغيلاني مساء الخير دكتور عبدالله مساء الخيرات مرحبا بكم جميعا مرحبا بك دكتور عبدالله أنت من خلال متابعتك كيف تقرأ استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني بعيدة عن مناطق التماسمة بحوالي 20 كيلو متر منطقة آمنة محررة منذ ثلاثة أعوام نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا مما عمّت به البلوى مسألة استفاق من الحالة الإنسانية والاتساع رقعة استهداف المدنيين في هذه الأزمة مسألة بدأت استطاعت يوما بعد آخر يبدو لي أن هناك جملة من الاختمالات هذا الأداء أو هذا الفعل لا يخرج عن واحد من هذه الاختمالات إما أن يكون هناك تضليل استخبارات متعمد أي أن هناك اختراقا في التحالف وإن كانت هذه مسألة مستبعدة لكن يبقى هذا أحد الاحتمالات الواردة الاحتمال الآخر أن التحالف الآن أداؤه الاستراتيجي على الأرض صار محكوما بردود الأفعال وليس بفعل استراتيجي منضبط في كثير من الأحيان تجد أن كثير من هذه الضربات الجوية ليست مبررة استراتيجيا وليس لها مائش رحوى وليس لها عوائد إذن من المحتمل جدا أن يكون صانع القرار العسكري على الأقل يتطرف وهو تحت ضغط هذه الحالة الانفعالية المرتبكة احتمال ثالث أن هناك أطراف من داخل التحالف أو من خارج التحالف تحاول أن تجر التحالف إلى هكذا مربعات في كل الأحوال النتيجة واحدة النتيجة أن هذا التحالف اليوم تتآكل مصداقيته يوما بعد يوم أن هذا التحالف اليوم فقد رقعة واسعة من جماهيره المزاج العام المزاج العربي والإقليم العام اليوم صار مخاصما للتحالف بسبب هكذا تصرفات يعني إحنا لو قرمنا التحالف منذ أن كم الشروع في عاصفة الحزن في 2015 في مارس 2015 لو قرمنا مصداقية التحالف ودرجة الاحتفاء التي حظي بها آنذاك بمصداقية التحالف اليوم لو وجدنا أن هناك فارقا كبيرا جدا أنا أحسب أن نسبة لا تقل من 70 إلى 80% من مصداقية التحالف قد تآكلت ليس عند خصومه الأفضلين وإنما عند المؤيدين كثير من الناس الذين احتفوا بهذه الخطوة واعتبروها نقلة نوعية في الأداء الاستراتيجي الخليجي لأنه للمرة الأولى ربما منذ سنوات يعني يقدم الخليجيون على هكذا عمل عاصفة الحزن أداء عسكري مميز يعني يتوقع له أن ينهي الأزمة في أسابيع أو في أشهر اليوم التحالف حول هذه الجموع التي أبدت انتشاءا واحتفاءا بعاصفة الحزن حولها إلى جموع مخافمة الكل اليوم يطلب من التحالف أن يتوقف أو أن يرحل وفي حقيقة الأمر هذه مسألة مؤذية جدا الخلاصة أن هذا الأداء المهتري وهذا الأداء المتآكل وردود الأفعال هذه سوف تنعكس في جملتها على المسارات على المسارات الكلية للأزمة اليمنية وفي طليعتها الحل السياسي كيف يمكن للتحالف أن يجلس على طاولة مفاوضات وأن يقدم حلولا سياسية وأن يفاوض الأطراف الأخرى الدولية والإقليمية وغيرها بهذه المتضاقية المنهة تماما والمنعدمة أو التي اضربت من العدام فأقول أن هذا منعفف على السحال وقد يعيد المضافي نعم دكتور من يخدمون بهذه الأفعال هذه الأخطاء وهذا يعني مثل ما ذكرت تحول المزاج الشعبي الكبير الذي كان يؤيد عاصفة الحزم ومن قاموا بهذه العاصفة على وجه التحديد المملكة العربية السعودية التي تقود هذا التحالف لصالح من يعملون هل هم يخربون بيوتهم بأيديهم كما يقول المثل أنا بالتأكيد ردود الأفعال أو العوائز من هكذا أفعال هي عوائز سيئة جدا على التحالف ولكن إذا وضعنا الصورة في إطارها المجمل نجد أن التحالف أو الدول القائدة في التحالف تصنع الأزمات ثم لا تحسن خروج من هذه الأزمات وليس هذا من فعل العقلاء هناك الأزمة القطرية هناك الأزمة مع إيران هناك الأزمات الداخلية المتلاحقة في دول التحالف بذاتها هناك الأزمات الإسليمية فمن المؤسس جدا القول أن الدول القائدة في التحالف تصنع أزمات متعاقبة ثم لا تحسن الخروج من هذه الأزمات ومنها الأزمة اليمنية التي مضى عليها الآن ثلاث سنوات يعني كان يمكن وهذا ما صرح به الأمير محمد المستهمان ولي العهد في إحدى مقابلاته الإعلامية قال نحن قادرون على أن نحسن الأمر نحن قادرون على أن ننهى القضية طيب لما لا يقدم التحالف على إنهاء هذا الموضوع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية باقتلاع الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية أنا أتصور كما قلت لك أن التحالف أو الدول المركزية في التحالف تحسن صناعة الأزمات ثم تتفاقم هذه الأزمات ولكنها لا تحسن الخروج من هذه الأزمات بل لا تحسن إدارة هذه الأزمات الآن خصوم التحالف في كل هذه الأزمات سواء الأزمة القطرية أو الإيرانية أو اليمنية خصوم التحالف أو خصوم هذه الدول في كل هذه الأزمات يستثمرون هذه الأخطاء استثمارا جيدا وتكون العوائد على دول التحالف عوائد كارثية فأنا هنا أطرح تساول على أنماط التذكير الاشتراتيجي في دوائر صناعة القرار سواء في التحالف أو في الدول التي يتكون منها هذا التحالف فأقول أن المسألة بالفعل هناك علامات استفهام تحتاج إلى إجابات وهناك مراجعات ينبغي أن تجرأ أنا لا أتصور أن المجتمع الدولي سوف يبقى صامتا بعد إدانة التحالف وإدراجه في القرائم السوداء من قبل الأمم المتحدة أتصور إذا استمر هذا الأداء المهتري للتحالف باستهداف المدنيين أتصور أن المجتمع الإنساني ومثلا في المنظمات المختلفة قطعا سيفطو خطوات أخرى لن تكون في صالح التحالف ولن تكون بالتأكيد في صالح الأزمة اليمنية طيب دكتور ابقامعين يشارك معنا في الحديث من القاهرة الكاتبة والبحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين مرحبا بك أستاذة ميساء مرحبا بك أهلا بك أستاذة ميساء أنت أيضا كيف تقرأين استهداف التحالف العربي للمدنيين ولمواقع عسكرية تتبع الشريعية في المقابل ربما هناك أداء باهت ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في الحرب حدثت أغراض العسكرية أفضل الحرب لم تعد لديها رؤية عسكرية كان واضح من البداية في البداية كان هناك أهدف عسكرية لكن الآن لم يعد هناك أهدف عسكري أصلا مثل أهدف الحوثيين هم جماعة لا يعرف ما الذي يريدهم في اليمن التحالف تحركها عادة ردود الفعل تجاه الحوثي الحوثي أطلق صاروخ لرياض فتصور التحالف لا بد عليه أن يرد وهل يرد عليه إلى مواقع عسكرية في العروس مواقع عسكرية محررة من ثلاث سنوات بعيدة عن مواقع التماس والمواجهات هل هذا منطقي سيدا بيسا هذا هو تصور التحالف لم يعد هناك أصلا توجد مواقع عسكرية لم تضرب عمليا فهو كان لابد له أن يرد الضرب الضرب أين ليست هذه المشكلة كانت المهم أنه يعود للضرب وضرب بشكل سيري لماذا أغلق التحالف في منافذ اليمن البرية والتحريق لا يوجد سبب من بينها مناطق تحت سيطرة قوات التحالف لا يوجد سبب حقيقة لا يوجد سبب غير أن التحالف يصرف كرد فعل ورد فعل أحيانا أنتقامي أهواج أكثر منه رد فعل لديه استراتيجية فهذا لها نتيجة طبيعية لغياب أي استراتيجية أو حطة لدى التحالف لكيفية إنهاء هذه الحرب أو كيفية التعامل مع نتائجها يعني التحالف منذ فترة طويلة وهو تحت سيطرته مناطق الجنوب وحتى الآن لم نستطع يديرها بشكل جيد نعم فيما يخص يعني البعض يعتبرها في التحالف أنها أخطاء هل يمكن أن تكون فعلا أخطاء السادة ميساء يعني مواقع معروفة ومعلومة بهذه الصورة وهل يمكن أن يمرروا مثل هكذا مغالطات على الناس وتصديقهم؟ أي أن كانت هي أخطاء بهدف الاستهتار هل هي أخطاء بهدف أن فيه أخطاء في الإحداثيات أخطاء لأنهم استهترين في أرواح البشر فلا يعنيهم ضرب مناطق مقدسة سكانيا هذه ليس هنا المشكلة ليس المشكلة في كونها أخطاء فقط غير أنه يتسبب فكارة إنسانية على الأرض داخل اليمن أنه يتسبب كمان في استنزاف سمعته أمام العالم بالتالي لا أحد يدرك التحالف من الذي يريده لأن هذا حتى ليس بصالح التحالف إذا كان التحالف يعي مصالحه فعلا باليمن ليس بصالحة أن يخلق عدوات مجتمعية واسعة في أرض ما مصلحته سيدا ميسا مصلحة التحالف أن يخلقها كل هذه العدوات كما تقولين هو أتى لدعم الشرعية أتى ليكون موقفه أقوى أمام خصومه وأمام أعدائها التقليديين على مستوى المنطقة فكيف به أن يزيد من كل هذه الخصومات ومن كل هذه الأخطاء هو يزيدها من هذه الخصومات يزيد من خصوماتها في داخل اليمن وهي بلد مجاور كفافة سكانية ضخمة وهذا لها ارتدادات على دول التحالف أولا السعودية ويزيد من أنه ألم دول الغرب تستطيع أن تبتز التحالف التحالف في الدنيا السعودية في أي وقت نتيجة لأنها صارت لديها ملفات حقوق إنسان كبيرة ضدها فبالتالي التحالف ليس مستفيد من أي ناحية من النواحي لا على مستوى صورتها الإعلامية بالخارج ولا على مستوى معركتها داخل اليمن ولا على مستوى وضعها الدولي لكن هذا دليل على أن التحالف لا يفكر نعم طيب أستاذ أعود لي الدكتور عبدالله الغيلاني دكتور عبدالله البعض يقول من المحللين السياسيين أو المراقبين بأن هناك عمل ممنهج لطوريط التحالف بالمزيد من الأخطاء والمزيد من الجرائم والمزيد من استهداف مدنيين وتشوي صورته أمام العالم ما رأيك أنت بهذا الطرح؟ أنا ذكرت هذا ضمن نحتى الاختمالات الاختمالات الثلاثة التي ذكرتها آنفا قلت أن الاختمال الثالث أن هناك أطوافا سواء في داخل التحالف ومن خارج التحالف تفعى إلى جرل التحالف إلى هذه المربعات وعوائف هذه المربعات بالتأكيد لا تخدم التحالف في أهدافه الاستراتيجية المعلنة التي أعلنت منذ اليوم الأول لعاطفة الحجم فهذا من الاختمالات الواردة والقائمة التحالف اليوم وكما هو منذ أن بدأ العمل العسكري بدأ هذه العملية العسكرية بغياب كل رؤية سياسية ونحن اليوم نجمي ثمار غياب هذه الرؤية السياسية لو كان هناك رؤية سياسية منضبطة أو متماسكة ربما لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم ولكن غياب هذه الرؤية والاتكاء الكل على عمل عسكري اتضح لاحقا أنه عبارة عن ردود أفعال ليست متماسكة وليست ممنهجة فاليوم نجمي ثمار غياب هذه الرؤية السياسية هذا من ناحية من ناحية أخرى يبدو لي أن التحالف اليوم يعني منشغل كثيرا يعني أكثر الجهد المالي والسياسي والأمني اليوم ينصب على إعادة إشاء أو إعادة تشكيل الواقع في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية من اليمن هناك واقع جديد اليوم يتشكل على هذه التحالف سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاجتماعي فالتحالف يبدو أنه يعني يضع كل جهوده المالية والأسكرية والسياسية في إنشاء هذا الواقع الجديد بعيدا عن الأهداف الرئيسية المتمثلة في العودة إلى ما قبل سبتمبر 2014 كل هذه التداعيات غياب الرؤية السياسية الانشغال بأجندات أخرى غير الأجندة الرئيسية يعني تنعكس على شكل هذه الأفعال العسكرية الغير منضبطة والتي يزهم ضحيتها المدني نعم إذن من خلال ما تحدث دكتور وما يقول هو الكثير أن هناك طرف التحالف يعمل على طوريط الطرف الآخر ليستفيد هو من إجمال هذه الأخطاء أنا أقول نعم هذه إحدى الاختمالات يا أخي الكريم بعد كل هذه التجارب بعد كل هذه السلسلة من الاشتهدافات المدنية لا يمكن القول أن هناك خطاء نحن نتحدث عن دور الإقليمية كبرى لديها قدرات استخباراتية لديها إمكانات في تحديد الأهداف والمواقع يمكن أن يكون الخطاء في مرة أو مرتين أو ثلاث إلى آخره لكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد ويصبح هذا هو الأصل يعني كأنه صار الأصل الآن هو استهداف المدنيين علي عبدالل الصالح وحلفائه الحذين صاروا بمنأة عن ضربات التحالف لم يمسسهم سوء هم بعيدين عن هذا الإيذاء العسكري فليس لك أن تقول أن هذه أخطاء يعني لا يمكن لدول إقليمية كبرى بهذه الإمكانات الاستراتيجية والاستخداراتية أن تتتابع أخطاؤها على هذا النحو الذي يبدو أنه ممنهجا وبالتالي لا مفر من القول إما أن يكون هناك تضيل استخباراته متعمد أو أن هناك أطراف من داخل التحالف أو قارجه تسعى إلى جر التحالف إلى هذه المربعات وبالتالي توريطه يعني في سياقات معينة تملى عليه حلول سياسية معينة في لحظات استثنائية معينة لكني أقول في كل الأحوال التحالف لا يزال يملك الفرصة لا يزال قادرا على الخروج من هذا المأزق وتحسين الأداء ولكن بغير أن يكترح رؤية سياسية متكاملة فأخشى أن الأمور تسير في هذه المتارات طيب أستاذ ميساش جاعدين باعتقادك الآن كيف تقرأ أي مستقبل إذن العلاقة بين الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية والتحالف إذا ما استمرت هذه الأخطاء بهذه الصورة المتعمدة والواضحة لا أعتقد أن الشيء سيتضرر الحكومة اليمنية آخر شيء يجعل طالها هو المواطنة اليمنية ولا تصور منها أي رد سعال من أي نوعين فواضح أنه لا يوجد أي رد سعال الآن تتكلم على حليف ضعيف للتحالف حليف داخل ضعيف جدا للتحالف والحكومة وهي مشغولة بجمع الأموال كما هو واضح لم يعد هناك مجال حديث عنها يعني عن الحكومة وعن أدائها وعن رداءة أدائها هذا صار أمر معروف ولا يمكن أن تتفع عنه بسبب التالي ما أتفورش أنه فيه شيء سيتغير الحكومة صارت تعمل بمنطقة الشيكات المطفعة مدفوعة من التحالف وهذا كل الذي يعنيها وهي غير معنية أصلا بالعودة إلى البلاد أو بإصلاح الوضع ولكن بإمكانها أن تفعل الكثير في خلال السطرة الماضية شكرا جزيلا لك الكاتبة والبحث السياسي الأستاذة ميسى شجاع الدين وعودة أخيرة للدكتور عبدالله الغيلاني دكتور عبدالله أيضا أنت كيف تقرأ أو تقيم مستقبل العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي في ظل استمرار هذه الأخطاء وهذا ربما عدم الجدية في حسم المعركة في اليمن يبقى السؤال الآن هل الحكومة الشرعية لا تزاد تمثل الضمير الجمعي اليمني؟ هل لا تزاد تنطق باللسان الجمعي اليمني؟ سؤال آخر هل للحكومة من أمرها شيء؟ أم أن الحكومة في حالة ارتهان كلي وفي حالة غياب للإرادة ولا تستطيع أن تغير من الأمر شيء أنا أتصور أن الحكومة الآن بوضعها الحالي لم تعد تمثل الضمير الجمعي اليمني الذي أيدها ودعمها وساندها وفوضها التصرف في المصطحة اليمنية العليا لم تعد هذه الحكومة في تكديري قد أكون مخطئا ولكن قراءة للمشهد أن الحكومة اليوم بأوضاعها الحالية لم تعد تمثل الضمير الجمعي اليمني من ناحيةهم ومن ناحية النوخ أيضا لم تعد تمتلك القدرة والإرادة على أن تحدث تحونا في مسار الأزمة لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري ولا على المستوى الاجتماعية والاقتصابية والإنسانية والمعيشية الأخرى وبالتالي نحن أمام انفداد في الأفق وأحسب أن هذه لحظة استثنائية يتحمل التبع كاملة فيها والمسؤولية التاريخية كاملة فيها الشعب اليمني فعلى الشعب اليمني الآن أن يدرك خطورة هذه المرحلة وانسداد الأفق وخطورة هذا المنعطط عندما نقول منعطط معنى ذلك أن له ما بعده أن هناك اتجاه آخر ينبغي أن يتحدث في مرحلة ما بعد هذا المنعطط باعتقادك ما الذي يملك الشعب لعمله في هذه اللحظة وفي ظل كل هذا الحاصل الآن الشعب يملك الكثير أخي نحن نتكلم عن شعب عريق اعداده بالملايين شعب التضحية والبدل والنضال والجهاد ومقارعة الأزمات ليس غريبا عليها هذه ليست الأزمة الأولى قد تكون الأكثر حدة في التاريخ اليمني العديد ولكنها ليست الأزمة الأولى الشعب اليمني يملك قوة سياسية يملك خبرات نظالية يملك تراث سراعي قويل يملك قوة اجتماعية يملك إنسان يمني حر حريص على أرضه وعلى وطفه وعلى ثرامته فالشعب اليمني يملك ثروة هائلة لكن هذه الثروة اليوم مبعترة مبددة الحكومة تتحدث باسم الشعب اليمني ولها الحق في ذلك إذ أنها لا تزالي الحكومة الشرعية الممثلة للشعب اليمني في المحافل الإقليمية والدولية ولكن مع انسداد الأفق مع هذا الأجز الاستراتيجي الذي تعاني منه الحكومة فتنتقل المسؤولية إلى الشعب اليمني نحن اليوم أمام لحظة تثنائية تاريخية نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحثة السياسية الدكتور عبدالله الغيلاني كنت معنا من مسقط والشكر أيضا للكاتبة والباحثة السياسية ميساش جاعدين كانت معنا من القاهرة والشكر أيضا لناشطة الحقوقية لم ياء أو داليا محمد عفوا في اختم الحلقة تقبلوا تحايا معدت هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث حافظكم الله والوطن السلام عليكم اشتركوا في القناة